ورجعنا لكم بعد الفاصل وليسا مستمرين مع عدفتنا المشرفانة في الستوديو دكتورة ولاء شبانة دكتور حنرجع بقى لموضوعنا اللي كنا بنتكلم فيه قبل الفاصل اللي هو باقي دي حاجة أنا نفسيا بتدايقني اللي هو ليه فترة الخطوبة بتبقى الوجه الأخر ليه بصي هي فترة الخطوبة دايما بالنسبة لنا اللي هي البنت بتحلم بالجواز ومتخيلة ان ده اخر مطاف الحياة واني دي حاجة لطيفة واني هاخرج براحتي وجي براحتي والبس براحتي والحياة كلها ابتسامات ومشاعر واخضان وجميلة قوي ما حدش بيوعيها اصلا لفكرة ان لا ما هو الجواز جنب كل الحاجات دي بس هو برضو مسئولية للأسف ما حدش بيوعي البنت المفروض ايه ليها وايه لي عليها فبتلاقي انشقاقات غريبة جدا في الموضوع ده نفس القصة برضو عند الشاب هو بيظهر احسن ما عنده جدا والغيرة والحب والاهتمام اوي يعني وحد سانشتب اوي يعني يخلي اي حد يعني اللي هو يعني مهند ما شاء الله يعني بتلاقي الفكرة اختلفة باكاته وده بتديبي الحمراء بقى وبتاعه اه جدا بتاقي الموضوع اه لطيف طب ما نخلينا كده هي الفكرة بس ان ايه ان مش كل واحد بيتعامل بالحقيقة وعشان كده بتبقى الشوك بعد كده جمده شوية انت عايز اقولك يا دكتور يعني هل دي فترة تمثيل ده بوي ليه انا عايز اقولك كل لما تكوني في مرحلة خطوبة كبنت او كولد دلوقتي في مرحلة خطوبة وبتظهر عكس ما تضمر فانت كده حد مش كويس انت كده حد ما عندكش ثقة في نفسك انت كده مش هتكمل خالص خالص يعني هتؤدي لحاجات مش كويسة بعد كده ونتكلم برضو بمنطقية شوية ليه هو اصلا مش وارد ان يعني يعني اللي جيه خطف حضرتك او اللي انت قبلت بخطفته لانت متعقدة معاه على ان هو من المدينة الفاضلة وملاك مكمل ولا هو نفس ولا انت برضو نفس الانت ولا انت نفس الموضوع اذا كل واحد فينا لازم يجب فيه عيوب لكن تعاليني حسابها واحدة واحدة انا فيه عيوب ممكن تعدي بالنسبة للطرف الاخر وممكن ما تعديش بمعنى ان ممكن حد يتقبل عصبيتي مثلا ممكن حد يتقبل غيرتي شديدة ممكن حد يتقبل ان انا كيرلس شوية بالطرف الاخر يعني فيه حاجات ممكن هو يتقبلها وغيره لا هو برضو نفس الكلام ففاكرة ان انا اكون يعني اظهر احسن ما عندي ان هو انا مش هقدر ان انا استمر عليه كتير لان الطبع بيغلب التطبع دا اكيد دا اكيد فهفضل بتجمل واتأنى وكل الحاجات دي وتيجي بعد كده الحقيقة حيبقى الموضوع بالنسبة لنا عكس تمام للأسف كمان البيت بيساعد على الموضوع ده صح ازاي يجي مثلا من الخطيب النهاردة بيزور مثلا خطفته كل اسبوع كل شهر ما يجري حسن ما هما ما متفقين مع بعض او كده بتلاقي البنت تقول اللي القاعدة بتتجمل والمانيكير والباديكير والشعر والميكير ايه المشكلة ان يشوف على طبعاتها مرة هي الفكرة مش في كده وبس الفكرة ان هي بتحاول تتجمل بس هي مش بتقول ان هي بتتجمل وفي نفس الوقت ماما بقى تقول اللي القاعدة بتعمل بقى في الاكل والصواني والبخامل واللي رايح واللي جاي اه البنت تقعد بمنتهى اللطافة كده على السفرة ممكن تبقى معدية ثمانين تسعين كيلو عادي وهي عندها لسه عشرين سنة عادي فيش ايه مشكلة خالص ومع ذلك مومت هتقول قدام والله ما بتدوء الاكل خالص مش عارفة لي يعني مش عارفة طبعا بيباني ان الدنيا مش لطيفة مش مزبوطة وده نتيجة ان هي عندها تحيز للبنت بشكل مبالغ فيه بشكل مش منطقي طبعا احنا نعالج المشكلة من اساسه طالما انت فتحتي الموضوع اصلي صح في نفس الوقت الولد كمان هو بيحاول ما هو يتجمل والله يمبقول شاعدننت اللي اكل خفيف جدا والله مش عارفة مش عايزة اقول لها حقيقة ايه هوه ما شاء الله برضو يعني ما يدخلش من الباب يعني طب ليه يعني خلي الدنيا تبقى ايه فيها صراحة اكتر منك حتى بعد كده يبقى فيه موجهة للمشاكل بشكل صريح اكتر زائد بقى انه طبعا البنت اللي قاعدك تتجمل طول الليل ومش مهتمة خالص بفكرة انه انا اتقبله ازاي وهو يتقبلني ازاي والحقيقة ممكن تبان بنا زائد ليه الامور الحياتية اه شغل نفسها حاجات ظاهرية جدا وتيجي ماما بمنتهى الفخر والاعتزاز ايه رأيك بقى حبيبي والله يا بنتي بنامي طول الليل بتعملك الاكل ايه رأيك وبنتها دي ما بتخشش للمطبخ اصلا اه طب فتلاقي بعد كده بقى فيه تشوك غير عادية انها مش عارفة تطبخ بعد كده من الدكتورة بسالق البيت بعد الجواز اه طبعا طبعا كون صراحة من الاول خلي عندك ثقة في نفسك كل واحدة فينا بتتعلم الدنيا واحدة واحدة اكيد اكيد انتي كام برضو ما تسعديش بنتك ان هي تظهر حاجة هي مش موجودة فيها وارد جدا لان حد لسه مخلص دراسة فميكون ما بميديش ايده اي حاجة في البيت فعادي ان هي تتعلم الدنيا معنا واحدة واحدة هو هيتقبل ده لان هو غصبا عنه هيتقبل ده لان دي حاجة بسيطة جدا لكن لما اجدب عليه لا ده اللي هيبقى صعب التقبل وكمان يا دكتور عايزة اقولك على حاجة كل ما هي بتظهر كل حاجة جواها على طبيعتها وحشة حلوة على طبيعتها ده هيخلي الحياة تستمر لان خلاص انتو الاتنين يعني شايفين بعض على حياتك عارفت تتقبله للحاجة وحشة هو حقيقته ايه وانت حياتك ايه ده بيخلي الحياة بعد كده طبعا وكله بأمر الله بس الحياة بتمشي يعني احسن وافضل لكن هنقعد نمثل على بعض ونبين الحل ونسيب الوحش خلاص ما هالحياة ممكن ما تستمرش عشان كده انا بقولها احنا مش بحتاجين اكتر من ثقة بس انت عامل بطبيعتك عادي جدا بزار انا مش بقولك يعني ايه ما تبينش اسوأ ما عندك ولا تبين احسن ما عندك لا خليه بطبيعتك عادي جدا عشان يعني مايبي ان يكون عندك خطأ هي ما تتقبلوش فلما ما تتقبلوش من دلوقتي ما تقولش احسن انا بخافة بيين عيوبي لا احسن تسيبني طب ما هي لما تسيبك بالوقتي احسن لما تسيبك وانت متجوز ومخليك ما هي فضلت الخطوبة دي علشان ايه تعارف يعني نعرف بعض براحتنا جدا مساوئنا عيوبنا مميزاتنا كل حاجة حلوة فينا لكن بعد الجواز بتنظر حاجات تانية خالص فبيؤدي الى الفشل والانفصال ده حقيقة هي عشان كده الحقيقة وزارة الطلاب من الحقيقة عملت فكرة مبادرة مواد دي دي كانت رائعة جدا في ان هي بتعلم الطلاب او المقبلين على الزواج في سن الجامعة والمقبلين على الزواج يعني ايه جواز اصلا يعني ايه تحمل مسئولية يعني ايه ان انا اظهر مشاعري طيبة يعني ايه ان انا متكسفش من زوجي يعني ايه ان انا متكسفش من زوجتي طب يا دكتور انا عايز اتكلم عن نقطة دي بس هناخد اتصال عشان نتكلم براحتنا استاذ علي يا لو ابو علي ابو علي عليكم السلامة ورحمة الله وبركاته ابو علي اه تفضل دكتورة والاها معايك انا انا نجدتك اه متجود مالك في عصر صنح انا تفضل انا معايك تفضل انا نجدتك في عصر صنح هم ومعاي ولد اه سنوية في ثلثة سنوية هم ومعايب انت في العالية وبين تلسة في الاتباعية هم ماشي ودايما في مشاكل ايه دايما ايه في مشاكل في مشاكل بينك وبين زوجتك على طب ما فيش سنة بتعجي عليها لما في مشاكل ايه المشاكل دي ايه يعني او سببها ايه بلو تسعتاشر سنة بيقول ما فيش سنة بتعجي من غير مشاكل اه يعني انت عندك المشاكل كل سنة مش مش متكررة يعني ده كل سنة ده ده انت ممتاز على فكرة يعني كل سنة في مشكلة ممكن اعرف ايه السبب يا استاذي ولا صعب هو على اي حاجة هو الزخط المساكل على اي حاجة زي ايه والله ام انا عارف يعني المساكل مع العلمات اللي اتعلمهم ده ده انت ممتاز على فكرة اه ماشي اه ماشي يعني في حاجات انت مش هتعرف تقولها اه تمام طيب يعني المشاكل دي بدأ معاك من اول سنة يا استاذي ولا ولا بعد ايه بعد قد ايه بدأت المشاكل دي المشاكل ايه سايبة البيت بقالها شهر سايبة البيت بقالها شهر اه لا انا قصدي المشاكل دي بدأت من امتى يعني من سنة كان في الجواز من اول سنة في الجواز يعني من اول سنة اعدادهم في الجواز اه لكن مفيش سبب واضح يعني لنا فهمها من حضرتك كده ان فيه تلكيك على اي مشكلة صح اي مشكلة نتخانق عليها مهما كانت المشكلة صغيرة طب انت ما بتحاولش ان انت تحتوي الموضوع مثلا تقعد معاها اه ما انا كنت عايز اقول يعني مين السبب معلش معلش يا استاذ طب انا عايز اصلا لك سؤال يا ابو علي هو انت دلوقتي يعني هي السبب في الموضوع ولا انت يعني بصراحة كده بصراحة يعني بصراحة اخر مشكلة حضرت المراضي اخر مشكلة حضرت المراضي كانت هي السبب فيها يعني لا ما اتبعش هي السبب في السبب اتبعي بشكلبني يعني كنت تبعين مشكلة في الموضوع اتبع اتبع في الموضوع بشكلة يعني 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 يابو علي انت عايز تقول ان انت ملاكي يعني وهي السبب اللي بتتلكك طيب يابو علي طب انت عايز تكمل ولا عايز تفصل الدنيا على كده يا استاذ ابو علي لا طبعا عادي اكمل ان ان اللي عند اولاد طبعا في برم عادي اكمل طبعا ان انت استمر الوقت وعادي طبعا اللي عادي يخص الصلية واللي عادي يخص الصلاوية الوقت حاليا طب معلش بقى ابناء انا اللي انت قلتو ده انت عايز تكمل عشان عشان اولادك بس ولا عشان انت باقي على عشرتك للستة دي يا اتمين بارض عليها اللي اتنين اصلا تفرق كتير없이 تعطจะ اصلا بارضه ايو 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 تعطا Aug Lisa boy يعني انت بتحبها لا عادي 49 سنة 43 سنة يعني ليسى صغير يا ابو علي بارضو مش كبير طب ما فيش حد في الاهل بياخد موقف من اهل حضرتك او من اهلها طب اهلها بياخدوا موقف او لا اهلها بياخدوا موقف قبل بيئة لما تقدر طيار هما ترجم دين عليه يعني هما يعني ما برضو دي مشكلة ان هما الاهل قويين عليه شكرا جدا يا ابو علي الدكتور هترد عليك دلوقتي خلي بالك يا دكتور بادي دي نقطة مهمة جدا ان الزوج بيبقى باقي على الزوجة احنا برضو احنا بنتكلم يا جماعة احنا محايدين احنا لا معا ولا ضد يعني احنا بنعرض مشاكل تخص الحياة عموما الزوجية بس برضو السيطة تبقى فهمة برضو هي السيطة اللازم تبقى وعية شوية مش معنى ان انا اهلي جمدين او اتقوى بيهم واخر ببيتي يواجه على الراجل اللي مستحملني وفتح بيتي وعندي اولاد تلات اولاد في مراحل سنين عمرية مختلفة فهو الراجل انا مش هقول انه هو صح 100% ولا هي غلط 100% في نقطة بزرط يعني في نقطة مفقودة فهنا هنتكلم في العموم هو مفيش حد فينا بيغلط وهو عارف انه غلطان يعني خلينا متفقين على كده محدش فينا بيعمل غلط وهو عارف انه غلط اكيد انا لو عارف ان انا غلط مش هعمله صح في الحالة دي ربنا صحة الله تعالى قال حكم من من اهلها وحكم من اهلها خلاص دي كده القصة منتهية لكن احنا اختيارنا بقى للحكم ده غلط صح عمر ما الحكم ده المقصود بيه نظلم وانا اعني شخصية نظلم اللي هي الحمى اللي بتتدخل التدخل السافر اللي بيقول لا ده انا جاوزك ست ست ده هديه والقانون هينصفك وده لا 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 احنا مش معا كده خالص احنا مع الحاجة اللي تسعد المرأة ولكن بما يرضي الله لان فكرة ان انت هتعملي حاجة ممكن تكون بتغضب ربنا او بتغضب العادات والتقاليد المتوارسة بيننا دي في حد ذاتها عمرها ما هتبقى باعث سعادة بالنسبالك يعني لان محدش بيقدر يبني سعادته على تعاسة الاخرين ولا على الشر ما يبني على باطل فهو باطل فخليكي عارفة دايما انه كون ان انت بتغضي حقك بالصح ربنا اكيد هينصفك وهيخليكي سعيدة وده اللي احنا بنضور لك عليه اللي هو مصدر السعادة بالنسبالك فمصدر السعادة بالنسبالك هو الاستقرار الزوج المحب الزوج المتفاهم الاسرة اللي انت قادر ان انت تراعي ربنا فيها بشكل صحيح لانها دي برضو هتفرق معاناك كتير جدا جدا والاهم من كل ده ان لازم الاهل تبقى سابورت للموضوع ده لازم الاهل تبقى في ظهر الست فعلا في النهية تفهم ايه صح و ايه غلط بس يا دكتور بدون مقاطعة كلامك برضو ان فيه اهل بتبقى سابورت في الخير يعني بتبقى وقفة وقفة الخير انها تحافظ على بيت بنتها ده بقى اللي انا هشرح ده لنا هشرح بتبقى داخلة خراب البيوت ان انت مثلا انت عندك انجلينا جولي مثلا فانت حتى تجوزيها مش عارق مين انت اما فيه بيت وفيه اولاد وفيه مسئولية احنا احد اصباب فشلنا في التدخل في المشاكل هو ان احنا ما بنحطش نفسنا في وضعية الطرف الاخر يعني دايما اهل الزوج بيدفع عن الزوج واهل الزوجة بيدفع عن الزوجة بس محدش بيحط نفسه او بيعكس الوضع بحيث ان هو يفهم الحق ايه محدش بيبص يعني ان احنا نشوف الطرف الاخر فربما فقعت عينيه الاثنتين محدش بيبص لنظرية دي خالص خالص للأسف يعني فالفكرة الخطأ بيجي من هنا ان المفروض ان انا ادور على حكم حكم عادل مش الحكم ابدا المقصود بي اب او ام حكم يعني بيتصف بالحكمة والرزانة والعدالة الكافية اللي هو فير اناف يقدر ان هو يقعد ما بينهم ويقول لا انت صح انت غلط حتى لو انا هقول للغلط ان انت غلط وانت بنتي وانت صح وانت جوز بنتي دي ما فيهاش اي مشكلة خالص ولكن الاختيار الخاطئ لكبير البيت او كبير العيلة او الحكم اللي ربنا سبحانه وتعالى يقصده في القرآن كريم احنا للأسف فقدينه بيبقى التدخل بقى ايه خالتي وخالتك وعمته وعمتك وغالبا مع احترامي الشديد احنا بيبقى ستاته ولكن غالبا بتبقى احكام الستات منقوصة شوية في الحاجات دي فلازم فعلا يبقى الموضوع فيه رمانة نيزان صحيحة وده مش عيد اطلاقا انه يبقى فعلا فيه راجل متدخل وست متدخلة في الموقف بحيث انه يبقى فيه ارضاء من كل الاطراف اللي ممكن انا فعلا كست معرفش ان انا اتكلم فيها مع حد كبير عيلة ممكن اقدر اتكلم مع امي مع ابتي مع حد كبير فعلا في العيلة بس بيتصف بصفة الحكمة مادرش اتكلمها مع راجل يبقى اذا حق المعادلة اللي ربنا سبحانه وتعالى قال عليها عشان الدنيا تمشي صح انا مش هفرح ابدا ان بنتي يتخرب بيتها مش هفرح ابدا انها مطلقة جنبي او سايبة بيت جوزها واولادها بالمنظر ده مش هفرح ابدا لما لايه اولاد بنتي نفسهم يفشلوا في يوم من الايام وابقى انا السهب ان انا محتضن بنتي معايا لحب العبس لازم افهمها الصح اجيب لها حقها تالت وانتالت بس لو غلط لو غلط لازم اقول لها ان انسي غلط مقومهاش على الخطأ اللي هي قامت عليها هناخد اتصال ونرجع انيك استاذ حسن هلو لو كنت عايز اعرف كنت عايز اتفضل لو عايز تسأل الدكتور الدكتور معيك تفضل اه طب لو تمحتي انا كان حاصل معي جواز وحصل بعد كده طبعا طبعا بعد سنتين ثلاثة وكان حاصل حمله توقف الوقت بعد سنة وقعدنا سنتين ثلاثة مع الدكاترة وما فيش حصل حمله تانو وجوزت جبل اللي قد اليوم هو اتنين وبعد كده حصل يعني اخر سنتين عمت مشاكل كثيرة وحاولت يعني اتفضل المشاكل وبرضو وفصل بعد كده طبعا وكل ما اقشت مشواركا انتوقف المشوار خطوبة وطلع مشاكل كثيرة جدت وطروف للناس وتوقف الموضوع وهي جوزت قبل العدة بيوم او زبون كده طبعا مش عارفة اتنين ليه الحاجات ليه ومشاكلها قعدت سنتوق كل ما اقشت مشوار خطوبة تبعت ناس او الناس يسألوها وتوقف المشوار يعني انت كل ما تخش في مشروع جواز هي تروح تبوازه اه رغم هي اتجوزت هي اتجوزت في فترة العدة قبل العدة بيومين تلاتة وما كنتش عارف الموضوع ده يعني قبل ما تخلص العدة بيومين تلاتة هي اتجوزت قبل ده وبر المحظة يا صعبة دي ده اه اه بس مش عارف بيومين تلاتة من حاجة دي كلها ونبعت على ناسها واقلها واني يهدوا برضو برضو بتلاتة مشاكل كتيرة ورغم انتجوزها وهي بحالها يعني المفروض ما زيتها شبه ولا بلاجة على نها طيب مش عارف هي سبب من مساكل دي طيب هنرد عليك هنرد عليك يا اساس حسن طيب بص يا اساس حسن هي الفكرة بمنطلقة يعني انا بس عايزك ايه يعني تشيل دماغك من فكرة ان حد ينقل لك كلام ملوش لازمة وفكرة ان ممكن تكون هي تجوزت قبل العدة بيوم او قبل انتهاء اليوم الاخير بربع ساعة ونص ساعة وكده تكسرنا القاعدة الشرعية انا مش هتطرق للجانب الشرعي لانا ده افقد ذاته طبعا قرام قرام بذاته وبعدين عايز اقول لك ان ما فيش واحدة مطلقة بيتكرر لها زواج الا من خلال الاسيمة ولا يمكن المقزون يخطأ خطأ زي ده الا اذا كان بقى زواج غير شرعي دي قصة تانية ومع ذلك هي مش قصتنا فانا عايز اقول لك يعني ايه ما تطرقش للحاجة اللي مش هتشغلك دلوقتي فكرة ان هي ممكن تكون شخصية مؤزية او بتوقف زواجك بشكل او باخر انا عايز اقول لك ان اللي انت روحت لها البيت ووسقت فيها وفقه لها لو هي ما بدلتش معاك نفس الثقة ونفس الود ونفس الاحترام يبقى الكلام كده مات يبقى موش لازمة خليك على ثقة تماما ان ربي صحنا تعالى طالما كاتب لك حاجة فيها الخير هتجيلك لحد عندك هما بقى يروحوا ويسألوا اه اصد انت راجل مطلق فاكيد طبعا كان فيه مشاكل ده ده المتعارف عليه عندنا رغم ان المفروض يعني هو مش وارد ان اي اتنين يتطلقوا يبقى فيه بينهم مشاكل مش وارد ان اي اتنين يتطلقوا هم ما خلاص يتطلقوا في ملاجه حاجة فيهم شطان لا بالعكس على فكرة وخصوصا كمان يا دكتور ما فيش بينهم اطفال يعني ما فيش بينهم اي صلع يعني مش حاجة تربك بينهم مش عايز احطه في دماغه الكلام ده يعني خلاص انت خلي عندك ثقة في الطرف اللي قدامك يا بنت الناس انا الوضع بالنسبالي واحد اتنين ثلاثة مشاكل ايه عشان ابقى صريح واحد اتنين ثلاثة اي حاجة ممكن تتقال من وراك تكون انت مبادر وسباء بيها الاول والله هي تقبلت الوضع على هذا الاساس وسألوا وعرفوا الكلام اللي انت بتقولوا ده صح على هذا الاساس سألت ولائة ان الموضوع بشكل او باخر معلش كمان بيقولك يا دكتور هي بتروح تعملوا مشاكل لا تروح يعني بتروح وتتكلم خلينا منطقيين ما هو طبيعي أصلا المطلقين او المنفصلين من بعض كده كده لازم تبقى تلاقي صفة عدائية ما بينهم هما ده لازم رغم ان مش المفروض ان الدنيا تبقى كده وعش كده اقوله حقيقة هو مش وارد ان اثنين اتطلق بمعناها ان لازم يبقى فيهم حد بليس يعني خلاص انفصلنا وكل واحد في حاله ما نعودش لم تتكلم يعني انا ما توافقتش مع شريك حياتي فخلاص احنا سيبنا بعض بالاحترام خلاص يعني موضوحة ولكن للأسف هي الصفة السائدة بالنسبة لنا هنا ان لازم حد يطلع ابليس على قفة تاني يعني بعد دي دي متعارف عليها بالنسبة يعني محدش بينفصل عن حد ويشكر فيه لازم لازم يا هي وحشة قوي وهي سبب الطلاق وهي 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 لخربة البيت وهو نفس الموضوع أنا مش عايزة يتصدم يعني اكتر من الصدمة بتاعت الكلمة اللي انا هقولها له دي دلوقتي ان اللي انت كنت هتاخدها وفهمتك غلط وانتو لسه في فترة الخطوبة هي لن تقل سوءا عن اللي انت طلقتها عشان تبعي صح معلش هي لازم يكون فيه ثقة اكتر من كده هي لو مقتنعة بالشخص اللي قدامها اللي جيه علشان يتقدم لها ما كانت اجتماع اي حد يجيه اللح اصلي معلش انا رايح لحد انا خصم لي اكيد مش هيقول عني يعني ان انا ملاك اكيد يعني لازم يأتي عقلانية ولكن انا بقول لك ربنا سبحانه وتعالى يمكن سخر ان دي تبقى تلكيكة يمكن ليسه الخير ما كتابلوش يعني هو مش عارف الخير فين تخلي عندك ثقة في نفسك وما تستعجلش في فكرة الجواز لان كمان الجواز التاني ده في حد زيك وبيبقى محتاج تأني في الاختيار جدا ما تدورش على الصفة النقيدة ودي لسه هنقولها برضو كمان للستاك ان لما يكون حد معرض لفكرة ان الطلاق ان انا مقارنش بين اللي انا انفضلت عنه واللي انا برتبط به لان كل واحد دي حاجة تبقى سبب فشل يعني ممكن انا متزوجة من حد بخيل جدا ويتم الطلاق لهذا السبب او اول حاجة لقيا ده كريم جدا ده اشترالي عصير واحنا ماشيين وانا مش عطشانه والبوس لقيا مسكت فيه بس هو والبوس لقيا فيه بلاوي تانية يعني غير فكرة الكرم يعني ما فيه برضو مساوئ تانية ممكن تبقى اكبر من اللي انت متخيلات فما اخرجش ابدا من تجربة ادور على عكسها خالص ومش عشان انسى تجربة اخش في تجربة او حش منها او افشل منها يعني الناس بتأني في الاختيار ولازم يبقى فيه فترة بين العلاقة دي والعلاقة دي طيب حناخد اتصال استاذة عمل الو الو ايوا تفضلي الو الو ايوا السلام عليكم عليكم السلام والله وبركاته اه اخلا اخذوا واحدة طيب استاذة عمل هستأذنك بس تتوطي التلفزيون عشان ما يقدر نسمعك انت انت ابتخدي امل ولا ابتخدي نادية نادية انا نادية اتفضلي اتفضلي يا استاذة نادية ايوا انا نادية ايوا السلام عليكم عليكم السلام يا استاذة نادية تفضلي ازيك الدكتورة اهلا وسهلا بحضرتك اهلا بيك اه 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 عندي بنتي باه يعني بقى لها 15 سنة متجوزة اه في مشاكل من اول يوم جواز من ايام الخطوبة او عصب جدا 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 واحنا بنحاول يعني اين نلم في البيت وعشان الولاد وعشان الولاد وعشان الولاد وعشان الولاد ويه معها هلأ تلا ولدين وبنت وعملين ستر ستر بنشتم وبننهان وبنتسب وبن تبدي ايده عليها وتنضرب وجسمها بتقطع يعني وابعدين في حصة مشكلة كده كانت تعبان عندها الكورونا دي اللي هي مشية ديت وهو هي طبعا كانت معاهتك في دولة خليجية يعني فلما جت عادنا بقى نقول لها يا بنتي طبعا بتنهان هناك طبعا وبتنهان ما حناش جنبها هناك ولا حد ديد لدعم هناك وكده فالمهم ايه ومرة تقول لنا وعشرة لأ ومرة تقول لنا وعشرة لأ وساعة نعرف منه بقى يتصل علينا يشتمنا وانتو مربطوش انتو مربطوش انتو ها وارديكو ها ربيكو ها ربيكو ها ربيكو ها كده ايه مستوى المشاكل يا حاج جناديا اللي بيوصلوا لكده وحاجات والله العظيم يعني حاجات ترفها جدا زي ايه ممكن مثل بسيط بس كده عشان نعرف نفني الحكم صح يعني دي اللي قيم الشخصية اللي بيتخانئ على طول ده يعني مثلا يعني مثلا كانت والديته مثلا قاعدة عنده فبتقوله هي بتردع ابنها على سدرها فبتقوله طب هات لماما الدواء بروح شهيطها باللي بتاع انت بتتأمر علي برجله وانت بتتأمر علي فهي حاجة بطمئة دهية لهذا ببعد في نص الاتل يعني يعني ده ده اقل مثلا وهي هنا ابنها كان تعبان فروح للدكتور فالدكتور قال لنا روحوا معامل تحليل يعني يخدوا عينا وهي في المواقف دي وقدام والديته المفروض ان هي ربته بعد كده تصل بحضرتك وقال لك انت كده ما ربتيش لا لا ده هو ما شافش ساعة تربية حضرتك بعد ما انضربت وتهانت وتبهدلت يعني ايه ده طيب بعد ما انضربت وتهانت وتبهدلت يعني ده دي حاجاتي يعني لا بصي 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 خاركي حاجة نادي الموال كتير يعني يعني معلش حاجة نادي انا عندي اخر حدث بقى ده في الكورونا ده اه يعني ايه فيه جروب كده اخواتها عاملين وانتوا فاكرين المكان ده فاكرين الحتة دي فاكرين يعني جروب يعني اخوات اخوات مع بعضهم يعني اه جروب كده فاكرين ما كنا ما عرفش بنجيب ايه من المكان ده ما عرفش ان احنا برضو البنات مطربية هناك في السعودية يعني وبعدين فاكرين الحتة دي فاكرين الحتة دي ففي حد دخل باسم بنت يعني واحدة تيت يعني اكتفاء الحياة الحياة زي كده فبتقول مين اللي كان ما عرفش في مدارس ايه في السعودية وحياة كده فدخلت فقالت احنا كنا في الحتة الفلانية مش عارف اكيد فهو شاف اللي بتاع ان هو عمل زي بيكون يعني مدياله الباسورد بتاعها يدخل هو راخر يعني ويشوف فقال لها لا ده دخل معلجة للراجل ده دي راجل قال لها ده ما اكتفاء الحياة قال لها لا ده راجل ده صفاته ده نعا ده نتي ده نتي ده نتي ده نتي ده نتي ده نتي حاجات كتيرة 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 انا مش عايز شكرا اجيب المأزون واجيلك امتى يا حاجة نادية انا اتعدتلك سلف والله يا حاجة نادية والله انا مش قادرة مش قادرة والله العظيم بس احنا 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 من اهلها وحكم عدلي بالزبط صح احنا كنا لازم نتكلم في النقطة دي مع الدكتور يا حاجة نادية بس انا اعزة اسأل حضرتك سؤالي حاجة نادية يعني انا لما ارفع قاضية علي دلوقتي بالسبب والقصف اللي هو قالوا لها وقالوا لي طبعا على التليفون بالفايز كده وهي عيانة بصوته هي عيانة لسه عندها مصابة بالفيروس كان عندها بكرونا وكانت نحروز البيتها الوحدها وكنا احنا بنوديلها يعني وعيالها كانوا معايا هنا في بيت وكنا بنوديلها يعني اكلها قدام الباب وكده وكده مش عارف ايه طب حاجة نادية معليش ممكن اسألك سؤال بعد ازنى هالوقتي حريك بتقولي ان الخلافات العصبية والغلط والإهانة والحاجات دي من من ساعة الخطوبة طب هي انتظرته كل السنين دي لما اتجوزت وخلفت وبقى فيه بيت وولاد واسرة والناس تقول لك هيتغير ده مش عارف ايه وكلام من حاجة نادية اللي فيه طبع ما بيتغير الشيء الطبع يغلي بالتطبع والله لازم لازم نشوف حد لازم تشوف حكم احنا احنا كنا مشتركين في الغلط معها صراحة يعني انا مش عايز اقول كده حاجة نادية والله يعني انا مقدرة اللي حضرتك بس احنا بدنا مستحرمين يعني نقول لك علشان الايات تجيب عيل ونقول عشان اتن اتب عشان هتكدر يا حاجة نادية لما نشارك في الغلط ونقول علشان البيت والولاد في الاخر بيؤدي لحاجات مش كويسة يعني الست بتتعب نفسيا ممكن تطلع ممكن تنفاصل ممكن نخش في مساءلات قانونية الاطفال خلاص الولاد الكبير عاد زيه بالضبط بيشتم وانتي فشلة ورغم ناك هي اللي بتذكر الولادها ووديها ولادها ما شاء الله في الانترناشنال وهي اللي كانت بتذكر لهم بعدين هي بتعمل ماجستير برضو في هي واخذها علمي نفس يعني لسنس ادابي علمي نفس يعني متعلمة وعارفة ودرسة وعارفة ايه مريض نفسيا هو مش طبيعي وفي حالة يعني صراحة فأنا قلت لها بنتي مش ينفع كده ممكن يخبط الخبط وممكن تموت فيها ممكن طبعا طبعا جبناها عادناها هنا يعني يعني في البلد معنا وهو هناك في السعودية ما فيش فايدة مش سلمنة منه برضو من المشتيمة والجلية الادب وعلى أسفل أسباب وعلى أسفل حاجات ينزل فيها شاكيمة كده ما أرش يعني حاجة درجة أنها عادة بتخاف وبتقولك لما بسمع حتى أكيد يعني ده لو شاف ترحمه على التليفون بتترعب ومش عايزة ترد أكيد طبعا حالة نفسية ما هي خلاص الموضوع بقى نفسي وعصبي وكل حاجة نحن عايزين بس تنولوا الموضوع يا جماعة يبقى بشكل منطقي أكتر أنا أنا بشكرك يا حاجة نادية وتابعينا هنناقش الموضوع مع دكتورة ولاة دلوقتي شكرا على تصالح في حدود يا مدام شرين يعني هو في حدود ربنا سبحانه وتعالى ادهلنا يعني وادعلنا بينكم مواد ده ورحمة هي بقت فين بقى مواد ده انتهرت في اللي أنا بشكت هي مش موجودة ما هو اللي بتحكي في الحاجة نادية دلوقتي ده يبقى كده لا في مواد ولا في رحمة ولا في أخلاقيات ولا في أي حاجة يا حاجة نادية انت جانيت عليها هقول لها عشان كده سألتها هي بتقولي من أول خطوبة وهو كده فقالتلي كلش هقولي يمكن يدغير يمكن يدغير بسيطة بس يعني مع معظم النار من مستصغر الشر طبعا يا دكتور ما هي من الأول طالما بالبعش تعادلها ما هي طالما بالبداية عصبي وبيقل لأدبه لا شكرا أنا مهينش بنتي ولا هين عائلتي أيوة يعني ممكن يكون حد بيتعصب بس سهل الاحتواء بزرع زي ما احنا عندنا كتير بيقول وإيه ده بتعصب بسرعة بيقو بسرعة بزرع 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 العصبية في حدود بالظبط وإنتي بنتي تعمليه كنترول يبقى هو عنده الأفالة إن الدنيا تتصلح واحدة واحدة أو على الأقل هبقى عرفت إيه مفاتيح الشخصية دي اللي تخليه ما يوصلش لمرحلة العصبية دي ده طبعا من باب الصراحة ومن باب الواقع والحقيقة والود والتفاهم والاحترام اللي ما بيننا لكن إن أنا كسرت الحواجز اللي تخطط احترام زوجتي اللي هي أم أولادي يا بني آدم اللي مش واخد بالك لن يتربي أطفال وكمان وصلت الإهانة للأهل نفسهم طب إنت ده انت كسرت كل الحواجز طب وبعدين صح فالفكرة دلوقت إنه مفروض الأهل ياخدوا موقف سوى أهله أو أهلها دي حاجة لا لو إحنا بنتكلم يا جماعة في فكرة إن لا البيت ما يتهدش هو البيت مهدود وإحنا فيه هو البيت مهدود ما هو بيقول لي كمان فيه ولد من ولاده بقى زيه بالضبط بيقول لي أدبه بيتعصب إحنا عندنا فيه مشكلة كبيرة جدا هي غياب المعيار التوعوي اللي بيمثل القضوة في البيت التوعوي ما هو ما فيش لما كون القضوة دي أنا عندي القضوة اتنين يعني أب وأم لو اتكسر واحد فيهم كده البيت تهد طبعا فلما يكون الأم مكسورة قدام أولادها بالمنظر ده حاكم متخيل إن أولادك اللي أنت المفروض باقي عليهم ويا أهلي اللي أنتوا مفروض باقيين على الأولاد دي يا الله يا دكتور أنا شايفة أنه لا باقي على أهله على أولاده ولا على زوجته أنا معلش أنا مش جايبة شغالة للولاد معلش يعني عفوا فلما كون أنت هديت الشخصية دي قدام الأولاد تتربي أولادك إزاي ولو أنتوا يا أهلي برضو خايفين على أولاد دي لا مش هتعرف تحكم على أولادها بعد كده خلاص أنا طالما الزوج أهان زوجته أو الأم قدام أولادها دي مصيبة دي مصيبة أنا لا ينفع عندي يتهد الأب ولا ينفع تتهد الأم خالص اللي اتنين بصي لو في حد في الاتنين في غينة عنه ما كانش ربنا خلقهم خالص دكتور ها قطع كلامك بس وحناخد اتصال أمت الله ألو 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 السلام عليكم عليكم السلامة الله وبركاته أنا بسلم عليك والسلام على الدكتور يا خالي أهلا بيك أهلا بيك يا أمت الله أهلا بني بريكي سأتشير الدكتور في حاجة بعد إذن بحت عمرك اتفضع للدكتور معي لا ربنا خالي سأقول لحضرتك أنا لها بنت سويرة الحمد لله يا مركز مرموك وكلية علمية كويسة ومتزوجة برضو زميلها برضو كويسة شغالة 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 كويسة الحمد لله أموره مستقرة لبعض ونوشات اللي بتحصل بين الزجو والدكتور وكنسوته عالي شوية طبيعة شوية الحاجات دي يعني بنقدر إحنا الحمد لله بنعالمين نتدركها بس كده احنا تفعل إن إحنا مش في المدينة الفاضلة يعني الأمور الطبيعية اللي بتحصل بين الزجو والزجو بالضبط وإحنا بنحاول إن إحنا نضغط نضغط عنها هنا شوية ومن هنا شوية هو أهل ونص طيبين وهو الحمد لله برضو إنسان كويس الحمد لله وبنتنا هو حدث إن هي إنسانة كويسة بس فجأنا في الفترة الأخيرة فانديم هي لقيت معاه بعض الأقراض في جيبه قالت له دي إيه دي فقال لها معلش دي بتاع زميلي طب خلاص دي وجودها في البيت ما ينفعش مرة تاني تقرر مرة تاني وتقرر مرة تاني الحد المرة اللي قابل الأخيرة دي الله دي كان بتاع تأختي زميلي وأنا جابها لها عشان الضغط يعني أعظار هي فهمة حين بتعمل هي ما شاء الله مثقفة وهو فهمة وبتعمل سرش وعمل سرش على النوع دون وعرف إنه ده من نوع اللي هو الحاجات المخطرة أه عيوة بالضبط كده فانديم أه وكده فقال لها خلاص إذا لقيت معي حاجات دي تاني اه اه اصطرات الزمان سعيني قلت له خلاص اه أو عيدني يعني معانا يعني الطفل وكده وهو حرام والحاجات دي وجودها حرام واخذانها حرام فبس مرة لقبل الأخيرة دي قالنا بقى ايه ايه اتفاجئت برده في اه اقراض كده موجودة جمد عيدة التجايف فبرده قلت له ليه مش احنا اتفقنا كذا كذا فهو نزل يجري طبعا وبعدين بيتعينا نزل يجري حكم للأهل اللي وعنده وهي وهو واثق ان هي مش هتقدر تتكلم هو عارف ان هي يعني النقطة دي هي ممكن ان تجرح واشعارها مش هتقدت مش هتقدت قول مينة بنت أصول هي اتفاجئ ان هي جبقة اثنينة يعني هو اتفاجئ ان هو ايه صار بقى لما بصان ان اتصلت على موتو وقالت له ان عمرش اتصل عليك في مشاكلهم لان هم مع بعض واننا اللي بقين لبعض هم هيرجعوا لبعض واننا اللي هنقعد في النص انا باستصل عليك عشان في حاجة كان لازم خضور عليه هو نفسه اه وايدي في ايدك عشان نطلع من المشكلة دي حصل كذا 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 هو عارف ان انا اتصلت على موتو وصار قوي قوي وبصتي ايت وبعت مع اختها تصل على اختها بيقول لها اتفضلي خدي حاكتك اه 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 اخدي يدومك وعشان احنا هنفصل طلها ارد عليه وليله انت عايس نزيف الخد اتفضل خد حاكتك وانزل عند موتك وانا قاعدة في شقتي برافو عليك صح اه اطلله خد حاكتك وانزل لما تحل المشكلتك وانا قاعدة في شقتي وبعدين لما بفاجئ ما طبعا منزلش وبينزل شغله وبينزل حتى فمنزلش الفترة اللي فات دي هو مصروب بتوقع ان شاء الله رب العالمين هينزل النهاردة او بكرة كده فتدبرين حضرتك اه انا اعمل ايه ولما قاعدنا وقاعدنا في قاعدة كده انا اتكلم اقول ايه حضرتك اكيد اكيد هيبقى في قاعدة اه اكيد طبعا ده لازم انا بس انصحك اول حاجة ان الموضوع ده محتاج لكتير قوي قوي من الحكمة عشان تبقي عارفها ليه لان هي المصيبة حصلت واللي كان كان ففكر التناول المصيبة دي هو اللي هيحل الموضوع بشكل او باخر وسوء تناول المصيبة دي هو اللي هيخليها تتفاقم اكتر فاحنا هنبدأ معاه بايه اه وهو هيتراجع على فكرة عشان تبقي عارف انا بطمنك لان الشخصية اللي بتخاف وبتعمل حساب الناس والاهل دي لأ دي بيبقى ليها مرجعية لنفسها فانا بطمنك ان هو الشخص ده عنده استعداد ان هو يبقى كويس وهو والله اهل ولكن انا شايف ان هو لو قعدوا بالعقل وتفاهموا بس الاثار المترتبة على حاجة زي دي عشان تتكلموا على علمه وعلى دراية هو اكيد هيبقى مستعر بالكلام ده والكلام بالنسبة له يبقى تحصيل حاصل لكن لما يبقى كلام ناس كبار وان دي حاجة بالنسبة لنا دي فضيحة فعلتنا وعمر ما حاجة زي دي تحصل وناس كتير حصل له حوادث بسبب الموضوع ده وإحنا يا ابني خيطين عليك انا موضوع ما شفرق معانا فعلت اقاليدنا اصلا تقول ان يحصل حاجة زي دي وهي اذا كانت تتكلمت فهي مش تكلمت للتضيحة لا هي تكلمت نصحت مرة واثنين وتلاتة واحنا خفنا عليك هو اللي بيخلينا دلوقتي نقف لأ ستوب بقى لحد هنا لازم يبقى فيه وقفة عشان تقدر ان انت تتعدل من المواقع بشكل او باخر وتباعا بعد ما يخلص الراس المخدرة دي لازم يخلص السجاير لازم يتخلص من السجاير باي شكل لان هي هتفضل دايما الديل اللي بيجروا للموضوع ده في شكل او بقى هو بزء من عذر الدكتورة كنت عايز اقول لحضرتك هو بزء من العذر بتاعه ان هو بيقول دي استعمال شخصية هل فيه يعني حاجة شخصية يعني دي اقول له لا الحاجة اللي بتتكلم على دي بتتباع عينة الاجزاخية انا وانت اصلا ده انت نسا نسا شاب صغير ايه اللي خليص تلجأ اصلا لو انت منطرر الحاجة زي كده تلجأ انا اقول له حضرتك يا سوا بيقنعنا عاوز اقنعنا اللي دي جايبها ان هو يعني الحاجة يعني مش عارفة ايو انا فهم انا فهم اصلا حضرتك انا فهم اصلا حضرتك لا بالعاكس ده بيدي نتيجة عكسية انا اقول له ايه اه انت هتقدر اصلا ان زوجتك تلقيها بتاخد القراس دي هتقدر الاجزاخ ده بيدي نتيجة عكسية وبيأثر جدا على الموضوع ده وفي نفس الوقت هو بيأثر على نفسيته وعلى اللي في البيت فبالعاكس ده مش عزره ولا سبب مقنع ان هو ياخد رأس مخدرات ان انا لو شارفت صدار يروح ولو اخدت رأس افاصل عن الدنيا وابقى كويس او يبقى بالنسبة لي كجزء من المسكنات لا ما عليش حضرتك ايا كان التناول او ايا كان الويه اللي هو بيوهم نفسه بان هو صح لا ما عليش الموضوع ده اسبابه ونتيجته عكسية جدا ملوش اي دور في الحياة بين الزوج والزوجة خالص خليه بص لنفسه هل انت تقدر تروح صيدلية تشتري الدواء ده بمتاع اي حاجة لا طبعا طبعا هل لو ابنك شافه معاك هتقدر تقوله ده ايه طب يا انا عايز اقولك على حاجة دور طب هل لو الابن شافه في البيت وخده وهو ما يعرفش ده ايه وعلى نفسك كل البيت هيستعمله واستعمال شخصي مش حاجة اسمها استعمال شخصي ما هو مش قانوني ولا شارعي انت ما تجيش تقولي اصلي مبرر وعذري بص هي الشخصيات اللي زي دي تستخدم زكاها اللي هو يبدو بالنسبة لها كزكاء ولكن ده مش زكاء ده غباء انا اسفة يعني وعذرا للنفذ يعني بس ده غباء انت بتدمر نفسك وبتدمر بيتك واسرتك ولا هدقدر انت تبرر للخطوة هناخد اتصال تريد سيد شايمية علوم ايوه انا صباح تكلم الدكتور اتفضل سهلا بيك اتعملي يا دكتور الحمد لله كل خير حالت والله انت عامل ايه والله يلا خليكي والله انا مساعة مجوز يعني دي 12 سنة اه وانا يعني تعبانا صراحة مفيش تجدل تعبانا نفسيا وتعبوا عندي عقدة في اللبس وفي الغسيل وفي الاكل وفي الشرب معاكي اولاد معايا ولد وبنت طب ايه اللي مضايقت اللي مضايق من اني هو يعني وحش ضربه ايهانا وشيا تيمة ويجي في الليل يعني بعد نزر وف Absolutely ايه دا عمال عقدة ومال�مت listener حاجة خاصة في الدنيا. الراجل. هي. يعني مش عارف عايزة يعني دي اثناشر سنة انا في الحالة دي ما في الجريت. تبقى لك كم سنة يا شايماء? بقى لاثناشر سنة متجود. اثناشر سنة? من اول سنة وهو كده شايماء? من من الخطوبة. من الخطوبة ازاي? من الخطوبة. يعني عايزك تبقي شخصية قوية يعني اصدو? ده انا ده او وضع شخصية انا شخصية انا ممكن اخاف انا مخاف من اولادي. من قطر الضفة الشخصية واللي حصارلي. يعني يعني معلش يا شايماء افهم بس يعني هو عايز شخصيتك تبقى قوية? عايز كده? هو عايز اه مش قوية. هو عايز يعني بص يعني يكتل ويضرب ويشتب وكل حاجة يعملها ويجي في الاخر عايز نضحك. وعايز يعني اه 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 انا يعني فنا تعب. معدلت ماشى سنة وانعيش افتوهان ودعن وحز. تا عندك ولاد يا شايماء? معاوض وبنت ومنع الخليفة حلية. وحامل حلية? لا مش روضي خليف. نفرد اتخليفي? لا ما تخليفيش. لان احب يقناعك ولا او اتخليفي. خليفي ايه يا شايماء? معاوض وبنت هم النوعين اللي ربنا يعني دوم لنا. مفيش نوع تالت على فكرة. يعني في الحالة اللي انت فيها دي يعني ما كانش روضي تكملي اصلا. طب انا عايزة دكتورة تنصحني يعني لان انا بطرحة عندك ستة وعشرين سنة. عندك ستة وعشرين سنة? هو بيتعطى حاجة يا شايماء? بيشرب حاجة? لا. لعدني هو عارف ربنا جدا. بس هو عاجل وتعبان. عارف ربنا منين واللي بيعملوا ده? هي بزيبقى ناس بيا يعني. ما هو عاجل وتعبان يعني حلو برا لسان وجوه جوه شطان. مكر يعني. يعني هو مع الناس اللي برا كويس جدا وفي البيت آآ كويس جدا برا. صح ماشي. معي يعني وبنات وآآ بنات له بيت وشارت له وعملت له كل حاجة في الدنيا. طب بيتعامل مع اولاده كويس يا شايماء? مع اولاده حلو جدا. جدا. بس انا وحش. مش عارفة لا. طب انت ما حاولتش تتكلمي معي تقوله طب انت ليه بتتتعامل معي كده انا تعت من الاسلوب ده مسلا. هو ما يعرفش المعنى. ما يعرفش المعنى فانا انا دلوقت بدأت ان انا عايز. ما يعرفش المعنى بس على الاقل هيعرف الاحساس. يعني اتكلمي معي. طب هل انت مأثرة في حاجة يا شايماء يعني حسن انت مأثرة في حاجة. في حاجة معينة بتضايقوا منك فيها. لا والله بس انا دلوقت لما كلمت لان انا عايز اترك اتركه هو واترك الاهله عشان تعبني فان عايزة تنصحين ان انا اخد بالي من احنا عشان عشان نحل المشكلة دازم نعرف ان هو بيتدايق ليه حشان نتجنب الديقى دي. طب هو الحلساتiquement مش طبيعية. هو اidet حاجة دلوقت يا شايماء انت قلت اهله هو اهله كمان يعني بيعاملوكي وحش. اهله 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 اهزو ايه. وهو اهله اهزوني اهلوه اهله اهزوني اهله برضو اهزاني. اهلو كمان اهزوكي. اه. اهلو اهزوكي. فدا عمالة صدمة حياتي يعني خليني مش مش شايفة نفس المعامة صح طيب بص يا شايماء عشان بس انا تناول الموضوع من كل جوانب وكده سواء انت عايزة تكملي او مش عايزة تكملي لو انت عايزة تكملي انا هقولك اهو كل حاجة لو انت عايزة تكملي حبيبتي يبقى لازم يقى فيه قعدة رجالة محترمة رجالة بتحكم حكم عادل فعلا وتقوم البني ادم ده وتقوله ايه ليك و ايه لي عليك عشان بنت الناس دي تعيش وتكمل صح تمام لو هو عنده استعداد ان هو يردع وانت بتقولي ان انت ستة وعشرين او تمانية وعشرين سنة يعني ان هو يعني برضو هو قليل سواء يعني ماكسوم هيبقى تنين وتلاتين مثلا يعني تقريبا يعني اه لو لو عنده استعداد لان هو يردع تصرفاته دي او ان حد يعمل له راضع لتصرفاته دي واتفق وخلاص وكلام رجالة ورجع في كلامه يبقى اهلا وسهلا خلاص ما نخربش البيت انا ما اقدرش اقول لحد ليه يا شايماء ليه يعني ممكن ما يضربكش ولا حاجة لا ما تفضحي مرة بدل ما يفضحك هو كل يوم يعني الحكم اللي هيعد بينكو ده يمكن ده يبقى خير ليكي بدل العذاب اللي انت عايشة فيه ده لا ويمكن هو معتمد على ان هي ما بتتكلمش فسيء فيها بقى يعني سيء كلهم يضرب ويشتم ويامل وانقعد ناس كبار محترمين يقولوا ايه لنا وانقعد ناس كبار محترمين يقولوا ايه لنا وانقعد علينا احسن ما نفضل طوله عمرنا بالوضع ده احسن ما يجيه بعد كده يضربك بحاجة شكرا يا شماع على اتصالك لا ما هو سيء فيها ما هو مش لقيله حد يقفله معلش يعني بالبلدي كده ممكن الجانية تبقى صح يعني انا لما اعمل وقفة وحل مشكلة طالما انا بقي على البيت وعلى الرجل وعندي اولاد خلاص ايه المشكلة عايز اقول له حياك المديد لكن طول ما هي سكتة 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 بيسوقوا فيها دي للأسف صح يعني دي مشكلة رجالة كتير جدا عندنا في المجتمع الشرقي اللي هو لما يلاقي زوجته بتحمل فيدوس بتتحمل اكتر فيدوس اكتر ما بتشتكيش فيزيد فيها عارفة فدي بالنسبة لكارسة هم ليه دكتور ما بيفهموش ان السكوت ده يعني رضا واحترام واحترام حفاظ على البيت ان هي شريك في اولاد ليه بيفهموه ضعف ليه بيفهموه لازم اقصرها ولازم اجيه عليها انا مش بعمم انا بقول ان فيه رجالة كده ده فيه نوعية كده مش هقولك ان هما ظلمة هعتبر الجانب الاحسن فيها ان هما مش فاهمين فلما وقف حد فعلا فاهم ويقوله لا انت ليك كذا وعليك كذا وده غلط وده صح وده حلال وده حرام خلاص يعني هيرجع عن تصرفات دي ودينة الظبط بالنسبة له لو حصل بقى غير كده بعد وقفة الاهل او ناسه كباري ده بقى حد مريض ده بقى قصة تانية طبعا احنا يا دكتور كنا بنقول ان مرحلة الخطوبة ده الوجه الاخ طلع ان فيه ناس من مرحلة الخطوبة او بداية الخطوبة وهو الوجه الصحيح موجود ومع ذلك الست بتكمل والاهل بيكمله ويقولك اصلي يمكن يتغير نا يا دي بقى كارثة هم مش هيتغير انت بتجني على بنتك او ابنك يعني برضو الاسرة الاب والامي ليهم دور كبير جدا يا دكتور جدا انا ما بقولكش افرد على ابنك او بنتك تاخد مين وتتجوز مين وتعاشر مين لا بس بقول ان فيه خدوهات رأي ما اتفقنا في اول الحلقة انا ما اتفقتش في خطوطي ليكي او في خطوطك لي ان انا حد ملاك مجنع ما فيش حد ملاك احنا كلنا عندنا عيوب وعندنا مميزات وحضرتك جواك عيوب والمميزات كده كده خلاص احنا متفقين عليها نزهرها العيوب دي حضرتك ليكي ان انت تتقبلها او ما تتقبلها ما تتعامليش بمبدأ اصلا يتغير بعد الجواز لا اتعاملي ان هي موجودة ومكن تزيد وانت برضو نفس الكلام يعني احنا مش خنزدم برضو لطرف الاخر لا ما احنا لسه بقول يعني خلينا دايما نتعامل على اسوأ الفروض ان لا ايا مش هتتغير هتعرف تتعامل يبقى كمل مش تعرفي تتعاملي يبقى خلاص كفاية مش بدل ما نيجي بعد كده يعني معلش يا منام شريم احنا ما بنتكلم في طفل بن ربيه لا خالص هنتكلم في راجل عاقل بالغ خلاص هو يعني اه بي انه هو يغير من بعض العادات والتقاليد بالنسبة له لكن مش هيبقى تغيير جزري صح يعني فهمها زي يعني ممكن مثلا عصبي هيحد من عصبيته لكن مش هيبقى ملاك وديع يعني خلينا برضو ايه نبقى متفقين على كده وبعدين لما يكون عصبي اثناء الخطوبة في الفترة اللي احنا بنقول فيها ان دي احسن حاجة انت بتظهرها قدام الطرف الآخر او مال بعد الجوازة هيبقى الموضوع ازاي لازم يبقى فيه كده كده عندنا نسأل بها نفسنا هو ثم اما بعد انسوات ايه اللي هيحصل بعد كده صح يعني دي في حد ذاتها سؤال مهم جدا جدا يطرح لي فكرة هل البني ادم اللي قدامي او البني ادم اللي قدامي دي عندهم استعداد ان هم فعلا يتغيروا في المستقبل ولا لأ صح هل في مواقف معينة بيني وبينها بتقول لأ ان دي حد بنت اصول وهو حد ابن اصول السوابت دي مش هتتغير بالنسبة لنا ولا لأ دي مهمة جدا جدا في بداية الخطوة صح ناخد اتصال الو الاتصال نكمل طيب دكتور عايزة سأل سؤال الفرق السن بين الزوج والزوجة هل لي يعني هل فيه سن معين او هل بيبقى ليه دور في نجاح العلاقة او في نجاح الحياة الزوجية بين الزوج والزوجة ليه دور كبير ولا هنقول مش عامل اساسي لا بصي هو هو تفاوت نسبي بس هو يعني علماء النفس اقرب من المقياس بالنسبة لنا في الفرق العمري او الزمني بين الرجل والست بيبقى فرق عقلي بمعنى مع احترام الشديد للسادة الرجالة بس فعلا فعلا عقلية فيه ستات فيه ستات اكبر من رجالة انا مش هتكلم وفيه رجالة اكبر من ستات بكتير احنا ناخدها نسبة وتناسب وتبقى وبرضو وخلي بالك كل قاعدة لها شواز اكيد بس احنا نتكلم في القاعدة العامة القاعدة العامة بتقول ان عقلية الست اصبق من عقلية الرجل بخمس سنين يعني عشان تجيبي عقلية اتنين تبقى زي بعض في حل مشكلة ما او في تحمل مسئولية ما فانت بتتكلمي في فرق خمس سنين يعني هي تحل نفس المشكلة على نفس المستوى وعلى نفس الثقافة وهي عندها 25 وهو عنده 30 معرفش يا دكتور انا عندي اقتناع ان الستة اسكى من رجل لا هي اصبق هل صحة ولا غير لا هي اصبق واعقل يعني ورزينة طبعا لكل قاعدة طبعا يعني شواز بالظبط فانا مش يعني انا بتكلم بس انا دائما بحس ان الستة اسكى اهدى اعقل طبعا فيه ستات مجانين يعني انا بتكلمها عشان ما تقولش ان انا متحيزة للستات وفيه رجال عقلين جدا فطب فرق لو فيه فرق بين الرجل والستة عشر سنين لا هي بصي ما انا عشكي بقول حاك هي مش حاجة ما انا عارفة بس دي بقى فروق فردية بنتكلم فيها في ايه ان ممكن حد مثلا يبقى هو يعني انت خيالي انت تتعاملي مع حد وهو عنده تلاتين سنة او اربعين سنة وهو واحد عايش طول حياته فور فان كده وللخروج وللفصح والفيرفم الفلاني والتراند العلاني والبراند الفلاني تخيالي ده بقى لما انت تتعاملي معاه اصلا وهو في سن الخمسين هو هيبقى بنفس برضو من نفس بسيطمس ده فهما ازاي ما تقدريش ان انت تتعاملي الشخصية دي على بقية شخصيات الرجالة كلها لا هو ده مختلف من السبات و الرجال مختلف اه بالظبط ففي الحالة دي هتلاقي ان هو متوافق جدا جدا حتى لو مع اصغر منه الست اصغر منه بعشرة خمستاشر سنة كمان يعني كشخصية او كتوافق شخصي وعقلي ونفسي الدنيا ما فيش مشكلة فيها خالص هتفرق بقى بحاجات تانية فرق السن اللي هو الجاب الجام ده قوي دي هتفرق بعد كده سايكولوجيا عشان التغيرات الفسولوجية اللي هنعاني منها قدام فدي طبعا فكر بدري قوي نحن نفكر عليه دلوقتي لكن لما نفكر فيه من دلوقتي نفكر على ابقاء العلاقة مدى الحياة انا مش نزلة في محطة اكيد نتكملها دي حياة كاملة حياة كاملة اه على الاستقرار ده حتى من الصفات الشرعية اصلا للزيجة الصحيحة ان هي تكون اصلا قائمة على الاستقرار نية الاستقرار بس دكتور شرفتيني ونورتيني والوقت عدا بسرعة ولينا حلقات تانية مع بعض اكيد وشكرا ان انت يعني تجاوبتي معانا وكنت موجودة معانا في اول حلقة من برنامجنا انت صروة فعلا ان الست صروة قومية وليها دور كبير جدا وليها حقوق شرعية وقانونية واحنا محايدين لا مع الراجل ولا مع الست ولكن احنا في برنامجنا بنناقش كل ما يخص الست عموما والست لما تبقى عارفة حقها ده مصر لها فعلا حقها ده حقها علينا وعلى كل الناس بشكرك جدا دكتورة ولاقشة بينا استشاري الصحة النفسية بشكركم مشاهدين على حسن المتابعة وانتظرونا في حلقة جديدة من برنامجنا انتي صروة بشكر كل زملائي في الكنترول بستوديو بشكر كل القائمين على قناة الصحة والجمان وبشكركم بشكركم بشكركم بشكرسي لذلك بشكركم بشكرا لكم اشتركوا في القناة